موسيقى 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 عبدالله الشامي إسلام محارب أكرم توفيق دول اللعبة اللي كانوا مستبعدين وخادوا تدريب قوي جدا النهاردة الصبح تدريب غلب عليه الطابع البدني وبعد تدريبات الكرة هقول لكم الأسماء تاني عشان تعرفوا أن في فرقة فرقة بره خالص شريف إكرامي صالح جمعة بسم علي حمودي علي معلول رامي ربيعة محمد نجيب كريم ندفد مروان محسن نتمنى لك الشفاء كل الناس بيقولوا إبراهام فيتش رجع بعد خمس شهور ومروان داخل في سنة نتمنى الشفاء العاجل طبعا وعودة مروان محسن بسرعة عبدالله الشامي وإسلام محارب وأكرم توفيق دول لعيبة فرقة كاملة لعيبة كانوا مميزين جدا في أنديتهم كانوا نجوم في أنديتهم لكن احنا دايما بنقول للأهل يا جماعة غير الأهل مختلف انت ممكن تكون نجم في نديك لكن في الأهل لازم تحارب بقى تحارب يعني أنا بتعدى كمان حتة المنافسة بتبقى حارب جوه الملعب ومنافسة شرسة جدا جدا علشان تحظى بلبس قميص اللاعب الأساسي في النادي الأهل الأهل بيتدرب على الملعب الفرعي لبرج العرب دلوقتي التمرين شغال أعتقد أنه بدأ أنه خلاص أو خلص تمام وهو ساعتين كتير قوي تمام خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميران الأخير استعداد نمواجد الإسماعيلي مساء غد إن شاء الله على ملعب برج العرب الفريق خاض ميران بدني خفيف مع تأسيمة كرة مسجرة استعداد المباراة غدا الإسنين إن شاء الله طبعا بعثة الفريق وسط إسكندرية زهر اليوم لخوض الميران قبل الأخير كمان ميران قوي لحراس المرمى استعدادا للإسماعيلي طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض ميران قوي لحراس المرمى محمد الشناوي وأحمد عدل عبد المنعم ومحمد طارق على الملعب الفرعي لإستاذ برج العرب استعدادا للمباراة الغد حرس سليمان على خضوع الحراس الثلاثة لجرعة مكسفة من التدريبات لمواجهة كافة المواقف خلال المباراة الحديدة المباراة الغد أكيد طبعا طبعا طريق ما بيركس مع العيبة قبلها بيوم لكن بيحط بعض النقاط الفنية قبل المباراة اللي ممكن طريق سليمان من المدربين المكتهدين المكتهدين اللي هو بقرأ الفريق بيشوف مين اللي بيشوت مين اللي بيعمل كرسات مين اللي بيعمل عرضيات من اللي ممكن يكمل ميل أقرب لجون يعني من اللي ممكن يتعب الجول بتاعه وبيقعد يتكلم مع اللجوان ومع الحراس إلا التنفيذ طيب نشوف بقى نعايز أقول لكم كالرات دي في الآخر هي خلاص قبل فيه كمان خبره شيرين شمس بيبحث مع المرشحين إجراءات تنظيم الانتخابات عقد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي اجتماعا مع المرشحين لانتخابات النادي المكرر له يوم 30 نوفمبر الحالي إن شاء الله لبحث الإجراءات الخاصة بتنظيمها الاجتماع حضروا مندوب من الجهة القضائية المشرفة على الانتخابات بالإضافة إلى مندوب من الجهة الإدارية للاتفاق على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه الانتخابات شيرين شمس أيضا على نفس الصياق بيقول نسعى لتسهيل كافة العقابات على الأعضاء قبل الانتخابات أكد اللواء شيرين شمس أن مجلس إدارة النادي قام باستئجار كافة الجراجات حول مقر الجزيرة طبعا يبقى يوم يعني يوم صعب قوي وقال شمس في تصرحات له اليوم أنه يتوقع حضور عشرين ألف عضو من النادي إلى مقر الجزيرة في السلاسين من نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتين في الانتخابات المقبل عشرين ألف حد يعني موضوع صعب جدا جدا إن شاء الله يعدي اليوم على خير وأضاف شمس أن الموقع الجغرافي لمقر الجزيرة لا يساعد أعضاء النادي على الوجود بشكل كبير لذلك كمنا بتأجير كافة الجراجات حول النادي لتسهيل أو للتسهيل على الأعضاء يوم الانتخابات وتسهيل كافة العقابات التي تمر حتى تمر العملية الانتخابات بكل سهولة ويسر في نفس سياق الانتخابات طبعا الانتخابات ياخد حيث كبير قوي من الحديث هذه الأيام خلاص الرابط كلها أقل من أسبوعين ويعلن رئيس النادي الأهلي مصطفى مراد فامي لا توجد أي أزمات بين المرشحين في الأهلي مصطفى مراد فامي المرشح على منصب نائب الرئيس في انتخابات النادي الأهلي ضمن قائمة المهندس محمود طاهر قال أنه مندهش من تفكير البعض بحدوث مشكلات أو احتكاكات خلال الانتخابات يوم 30 نوفمبر الجاري أعتقد أن الكلام ده تماما يعني هيكون عاري من الصحة إن شاء الله يعني أنت بتكلم في النادي الأهلي وبتكلم في ناس كبيرة جدا ناس نطجة جدا سواء هنا أو هنا كمان أعضاء كمان ناس نطجة جدا إن شاء الله تمر العملاء الانتخابية بمنتهى السلاسة واليسر وإن شاء الله يكسب من يستحق ثقة أعضاء الجماعية العمومية وأكيد أعضاء الجماعية العمومية عارفين من هو اللي بيشتغل أو اللي يشتغل بمنتهى القلب وبمنتهى الإخلاص أكيد الجماعية العمومية نادي الأهلي ناس على مستوى عالي من الثقافة وإن شاء الله يختاروا الأحسن لرئاسة النادي الأهلي ده كان كلام مصطفى فاهمي كمان أضاف قال كلنا أبناء نادي الأهلي كلام محترم جدا في الحقيقة ونسعى لخدمته سواء قائمة المهندس محمود طاهر أو الكابتن محمود الخطيب وتربطنا علاقات شخصية وصدقات حاجة جميلة جدا وكلام محترم من السيد مصطفى مراد فاهمي وأكمل لا توجد أي أزمات بيننا كلنا نحب النادي الأهلي ونسعى لخدمته طبعا كلام يعني طبيع وكلام منطقه كلام عقلاني جدا وتعودنا دائما على أن الانتخابات تمر بهدوء والفائز يتولى منصبه والخاسر يهنئ الفائز أيضا كامل زاهر الأهلي بدأ مشروع الفرع الرابع منذ 8 أشهر أعلن كامل زاهر أمين الصندوق بمجلس إدارة نادي الأهلي التفاصيل المالية الخاصة بالفرع الرابع للنادي الأهلي في منطقة القاهرة الجديدة موضحا أن سمن الأرض 350 مليون جنيه سيتم سداد أقصتها على 7 سنوات بواقع 50 مليون جنيه في العام الواحد مشروع كبير جدا بيتمنى كل الأهلوية وأكد زاهر أن النادي بدأ المشروع منذ 8 أشهر منذ محاولة التعاقد على قطعة أرض وإنهاء الأوراق وتحديد الموقع الذي يريده المجلس مؤكدا أنه تم اختيار موقع مميز بمساعدة وزير إسكان مصطفى مدبولي أكيد يعني تدي من موقع مميز أكتر من نادي الأهلي وأضاف زاهر أن المجلس تسلم الموقع منذ أربع أيام فقط لذلك تم افتتاحه ولذا تم افتتاحه وضع حجر الأساس أمس السبت مشيرة للمرحلة الأولى من الفرع الرابع ستشمل بناء منشئات قيمتها تتروح بين ما بين 250 مليون إلى 300 مليون قدام حضراتكم الصور من الأمس يعني مشروع عملاق مشروع كبير قوي كنا نستنينه من زي إن شاء الله يكمل على خير طيب نروح على قرارات لجنة المسابقات أعلنت لجنة المسابقات أو مسابقات القسم الأول بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع ورامة على كل من كابتن أحمد حسان ميدو المدير الفني لوادي دجلة قدرها 5000 جنيه للاعتراض على قرارات الحكم في مباراة فريقه مع مصر المقصة في الأسبوع التاسع للدوري العام قدام حضراتكم طبعا صور من اعتراضات المدربين كما قررت اللجنة إيقاف سيد متولي مدير الكرة بنادي وادي دجلة أيضا مبارتين وتغريم وعشرة ألاف جنيه وذلك لنزوله الملعب والاعتراض وتحريض اللاعبين على الانسحاب يعني نفسنا الحاجات دي ما تكررش في ملعبنا تاني وكذلك توقيع ورامة على وادي دجلة قدرها 20 ألف جنيه بسبب الانسحاب المؤكد قبل استئناف اللاعب مرة أخرى هوقعت اللجنة غرامة على نادي دجلة أنه الدخلية قدرها 5000 جنيه لدخول صبية الملعب للملعب في أكثر من مناسبة وعدم موجود مسؤول عنهم واتخذت اللجنة قرار بإيقاف إبراهيم صلاح لاعب المقاولين مبارتين للطرد في مبارات فريقه مع المصري وإيقاف وائل نبي الأخصائي العلاج الطبيعي بالمقاولون مباراة للاعتراض طيب أنت مالك يا كابتن واي وتكرر إيقاف محمد عودة المدير الفني المقاولين مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للاعتراض والتصريحات المعادلة للحكام في وسائل الأعلام أكيد في مبارات الأهلي مبارات المصري والمقاولين اللي كسب فيها المصري 1-0 كما تكرر إيقاف طلعت محرم مدرب المقاولون أربع مبارات للسلوك غير الرياضي تجاه الحكام بعد انتهاء المباراة يلا آخر خبارين عشان نستقبل ديوفنا الكرام رئيس اتحاد الكرة يجتمع مع مسؤولي أنديت القسم الثاني المهندس هاني أبو ريدا ورئيس الاتحاد المصري للكرة القدم عقد اجتماعا اليوم الأحد مع نخبة من مسؤولي أنديت القسم الثاني لبحث المشكلات التي تواجه أنديت القسم الثاني والعمل على حلها وعقد الاجتماع بمقر الاتحاد بالجزيرة بحضور أربع عضاء من مجلس الإدارة هم الكابتن مجد عبدالغاني والمهندس أحمد مجاهد والدكتور كرم كردي والكابتن حازم إمام طبيب المنتخب الوطن يقضي فضرة معاشة في بورمس الإنجليزي يلا نطلع فاصل علشان نستقبل ديوفنا الكرام الكباتن الكبار الكابتن ربيع ياسين والكابتن شريف عبد المنع من نجوم مصر ونجوم النادي الأعلي فاصل وستنون اشتركوا في القناة